اشتركوا في القناة وبحسب صحيفة موندو دوبرتفال اسبانية فان دامبلي شك من الام في اوتار الركبة مع نهاية المباراة واشرت الصحيفة الى ان دامبلي ابلغ الجهاز الطبي والفني لافتة الى انه تقرر اجراء بعض الفحوصات للعب الفرنسي لمعرفة مدى خطورة الاصابة واضحت الصحيفة ان القلق تسرب الى الجهاز الفني خوفا من عدم لحاق اللعب المباراة المنتظرة يوم الاربعاء المقبل ضد ليون الفرنسي في اياب ثمن نهاي دور ابطال اورابا وصل فليب كوتينيو جاناح بارشلونة عروضه السيئة في مباراة فريقه امام رايو فيكانو في بطولة دوري الاسباني ووفقا لصحيفة ماركا الاسبانية فانه اثناء خروج البرازلي من المباراة كبديل بالدقيقة الثمانين لصالح زميله ايفارا كيتيتش كانت هناك بعض صافرات الاستهجان من الجماهير ضد لعبها وتشير الصحيفة الى ان السبب وراء هذه الصافرات يرجع الى عدم استعادة اللاعب اداءه المعروف عنه حتى الان والذي كان يتميز به في فترة تواجده بناديه السابق ليفربول كوتينيو كان قد انتقل الى صفوف بارشلونة في يناير 2018 بمبلغ ملي كبير وصل الى 140 مليون يورو لكن مستوى اللاعب اقل من المتوسط وهو ما لا يرضى به الجمهور الكتالوني العاشق لناديه البرازيلي تلقى المساندة من قبل زميله جيرارد بيكي بعد المباراة وطالب الاخيرة الجمهور بمساندة اللاعب خاصة وان الفريق يحتاج لجهوده في الشهور الاخيرة من الموسم الحالي حقق جيرارد بيكي لعب بارشلونة رقما مميزا خلال مواجهة رايو فييكانو ضمن الجولة السابعة والعشرين من الليغة فقد سجل بيكي هدف التعادل لبارشلونة من كرة رأسية بالدقيقة التسعة والثلاثين بعد ان كان متاخرا بهدف نظيف وبحسب شبكة اوبتال الاحصيات فان بيكي احرز ثلاثة اهدف بالرأس في الليغة اكثر من اي مدافع اخر في البطولة هذا الموسم حتى الان يذكر ان المباراة انتهت بفوز بارشلونة بثلاثة اهدف مقابل هدف وحقق النقاط الثلاث ليبتعد في الصدارة اكثر اقترب اللعب الفرنسي اتريال رابيو لعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من التعاقد مع نادي يوفانتوس الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة واشار التقارير اسبانية حسب موقع دون بالون ان البارس انسحب من الصفقة بعدما ابت رغبته في ضم اللعب في الميركاتو الشتوي الماضي واصبح رابيو على مقربة من ارتداء قميص السيدة العجوز في الموسم المقبل ومزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهجم الفريق والذي تعاقد معه اليوفي في بداية الموسم الحالي ولا يفكر مسؤول نادي بارشلونة في ضم اللعب الفرنسي خاصة بعد ضم الموهبة الهولندية فرانك ديونغ لعب نادي اياكس امستر دام الهولندي كشفت تقارير صحفية ايطالية خطة نادي يوفانتوس لابرامي صفقة ثقيلة متمثلة بضم مدفع ريال مادريد سيرجيو راموس وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وعقل موقع كالتشو ميركاتو الايطالي ان نادي يوفانتوس يرغب في استغلال عودة جوزي مورينيو لتدريب ريال مادريد في التعاقد مع سيرجيو راموس والذي سيريد بالتأكيد الرحيل حال عودة اسبيشيل وان وتفكر ادارة نادي يوفانتوس في ضم راموس للكالتشو الايطالي وذلك في ظل الازمة التي يمر بها ريال مادريد وخروجه من دور ابطال اوروبا وعشر الموقع الايطالي لان نادي يوفانتوس يريد عمل خط دفاعي قوي بقيادة ثلاثي سيرجيو راموس مع جورجو كيليني وليوناردو بونوتشي الجدير بالذكر فان تقارير صحفية قد اشارت لرغبة راموس في الرحيل عن نادي ريال مادريد بسبب الازمات الحالية وانه قد اخبر فلورنتينو بيريز باعطائه مستحقاته المادية من اجل الرحيل رد الاسباني بيبي جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتل انجليزي عن شيعات توليه القيادة الفنية ليوفانتوس الايطالي الموسم المقبل وانتشارت تقارير عن توصول بيبي لاتفاق مع يوفانتوس لتولي تدريب الفريق خالفا لماسيميليانو اليغري الموسم المقبل وحقق مانشستر سيتي الفوز على وادفورد بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة التاسعة والعشرين من البريمير ليك وأصرح بيب بعد المباراة لأفهم من يتحدث عن توقيع ليوفانتوس لأربعة مواسم ولا أصدق ما تنقلته الصحف الكبرى ولم يتواصل حتى معي لمعرفة الحقيقة أو التواصل مع وكيلي وأضاف في تصريحات نشرتها الشبكة بيبي سي البريطانية علي أن أعتذر من ما سيميليانو اليغري ستكون مشكلة يا صديقي إذا صدقت ما يكتبه أحدهم على تويتر وأكد لدي مع الندي سنتين في عقدي أنا لن أرحل عن منشستر سيتي قبل نهاية عقدي وعلى الجميع أن يعرف ويدرك ذلك جيدا واختتم في حالة إقالة فقط سأرحل وإن كنت أتمنى الاستمرار في هذا النادي لما بعد انتهاء عقدي أيضا حقق فريق بايرين ميونيخ العديد من الأرقام الإيجابية بفوزه الساحق على فولفاسبارغ بسداسية دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني بوندازليغا ووصل بايرين إلى 22 لقاء بلا خسارة ضد فولفاسبارغ بملعبه في البوندازليغا ليبقى الأخير الفريق الوحيد الذي لم يهزم البافاري بملعبه مع الوصول لهذا العدد من اللقاءات بين الفريقين وتصدر بايرين ترتيب فرق البوندازليغا لأول مرة منذ أكتوبر الماضي بفرق هدفين عن دارتموند الذي هبط للمركز الثاني بفرق الأهداف ومنح الفوز الساحق لعملاق البافاري دفعة معنوية قبل موجهة لفيربول الحاسمة الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهاي دوري الأبطال ومن جانبه وصل توماس مولر إلى رقم قياسي يتمثل في عدم خسارة بايرين خلال 87 مباراة سجل خلالها اللعب المخضرم بالباندازليغا حيث فاز 82 مرة وتعادل خمس مرات وبات الفرنسي فرانك ريبري أول بديل في تاريخ الباندازليغا منذ نظام جمع الإحصايات في موسم 2004-2005 يصنع ثلاثة أهداف أحرز كريستوفو بيونتيك مهاجم ميلا هدف الرسونير الثاني في شبك كييفو فيرونا ضمن منافسات الدوري الإيطالي وجاء هدف بيونتيك في الدقيقة السابعة والخامسين من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب السانسيرو ضمن الجولة السابعة والعشرين من الكالتشو ونجح بيونتيك في اعتلاء صدارة هدفي دوري الإيطالي بالتساوي مع ثوني كريستيانو رونالدو وفابيو كوالياريلا برصيد 19 هدفا جدير بالذكر أن بيونتيك انتقل إلى ميلا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من جنوى حقق ليونال ميسي قائد فريق بارشلونة رقما قياسيا خلال موجهة الريف بايكانو ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الليجة وشارك ميسي أساسيا في المباراة ليرفع رصيده إلى أربعمائة وثلاثة واربعين مباراة في الليجة وفقا لشبكة أوبتال الأحصائيات وأصبح ميسي ثاني أكثر لعب في تاريخ بارشلونة مشاركة في مباراة الليجة بعد تشافي هيرناندز الذي لعب خمسمائة وخمسة مباريات وتخط أندريس إنيستا الذي لعب أربعمائة واثنين واربعين مباراة يذكر أن المباراة انتهت بفوز بارشلونة بثلاثة أهدف مقابل هدف ويحقق النقاط الثلاث ليبتعد في الصدارة أكثر وسجل ميسي أحد الأهدف الثلاثة ليبتعد هو الآخر في صدارة هدف الليجة عزيزي متابع قناة عرب جول برأيك هل وصول مورينيو للريال سيكون العلامة الفارقة في رحيل راموس عن الفريق الملكي؟ شاركنا برأيك شكرا